حياكم اللهم مشاهدين القناة الجزيرة مباشر نرحب بكم من بلدة الخضر الواقعة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية نحن الآن متواجدون في أراضي تتبع للمواطنين في البلدة هي مهددة بالمصادرة ويتعرض المزارعين فيها طبعا لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال بهدف طردهم من أراضيهم وإحلال المستوطنين مكانهم كما تشاهدون الآن في الصورة هذه المنطقة محاطة بعدد من المستوطنات وتوسع فيها الاستيطان بشكل كبير لذا يسعى الاحتلال منذ سنوات طويلة بالضغط على المزارعين لترك أراضيهم من خلال مساومتهم على البيع أو تأجيرها حتى في بعض الأحيان في محاولة منهم لتفريغهم من أراضيهم وبناء وحدات استيطانية جديدة لوضع مستوطنين جدد فيها عليك حال معنا صاحب إحدى الأراضي هنا الله يعطيك العافية الله يزيدك عافية عرفنا لحضرتك المناضل والأسير المحرر رزق صلاح من الخضر بيت لحم أبو أحمد يحكينا عن واقع هذه المنطقة على وجه التحديد هذه المنطقة تابعة لأراضي الخضر والتي تمتد من بلدة الخضر حتى المجمع الاستيطاني في عصيون بمعنى تمتد إلى حوالي سبعة كيلو مترات سواء طولا أو مربع هذه الأراضي مهددة بالمصادرة دائما وسطوا عليها من قبل الحكومة والاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أيضا يتعرض المزارعون الفلسطينيون في كل يوم وفي كل لحظة للمضايقات والمنع من دخول الأرض والطرد من الأرض وأحيانا الاعتقال أو الضرب في الأرض قد يتعرض كمان أو تعرض كمان المزارعون الفلسطينيون لتخريب أراضيهم وتقطيع الأشجار مثل الزيتون وأشجار الكرمة واللوزيات كما يتم أيضا قص أحيانا الشبك المحيط بالأراضي حتى يتمكنوا من الدخول إلى الأرض وقطع الأشجار وفي محاولة أيضا لتيئيس المزارعين الفلسطينيين وحتى يتم إبعادهم عن الأرض عنوة أبو أحمد أثناء قدومنا إلى هذه المنطقة مررنا من جانب مستوطنات تحيط في هذا المكان لو تحدثنا عن هذه المستوطنات وكيف امتدت خلال السنوات الأخيرة يعني حمسة مستوطنات موجودة مقامة على أرض الخضر وهي مجمعة سيون أولا وهي المستوطنة الأكبر يليها مستوطنة أفرات ومستوطنة ألي عازر ثم مستوطنة نيفيدانييل ومستوطنة أليونجفوت هذه المستوطنات استولت على مساحة كبيرة جدا من أراضي الخضر الزراعية والتي تقدر بـ 18 ألف دنم بقي للمزارعين الفلسطينيين لا يزيد عن أربعة ألاف دنم والباقي تعرض للسطو من المستوطنين ومن الاحتلال الإسرائيلي لإقامة المستوطنات عليها وأيضا تتم المصادرة ووضع اليد على الأراضي بشكل يومي على ما تبقى لدى المزارعين من أجل تكبير وتسمين المستوطنات نعم هل هذه المستوطنات قبل سنين قريبة كانت بهذا الحجم وبهذا الشكل أم أنها توسعت بشكل مضطرد توسعت بشكل مضطرد على سبيل المثال أنا كنت في الاعتقال لمدة 21 عام كانت مستوطنة أفراد قبل الاعتقال تبتعد عن بيتي حوالي ثلاثة كيلو مترات بعد 21 عام اعتقال وانتزعت حريتي وعدت إلى بيتي وجدت مستوطنة أفراد تبعد عن بيتي لا يزيد عن أربعمائة متر وهذا دلالة على تسمين المستوطنات وتكبيرها في كل لحظة عن طريق السطو على الأراضي وسرقتها ووضع اليد عليها وكذلك الوضع هنا نحن لا نبعد في المكان لن نقف فيه سوى مئات الأمتار عن هذه المستوطنة مستوطنة العزر وقبل قليل شاهدنا أبناء المستوطنين يحومون في الأجواء التي نتواجد فيها وأيضا الحافلات التي تنقلهم ربما هي بالقرب مننا الآن نعم هذا صحيح في كل لحظة تضيق علينا الدائرة من قبل المستوطنين تجدهم في بداية عملك في الأرض من الشرق فبعد عدة سنوات تجد من الغرب في مستوطنة جديدة أو بؤرة استطانية جديدة ومن الشمال وأيضا من الجنوب هذا واقع للأسف أصبح صعب جدا نتوجه إلى أراضينا وفي قدر كبير من الخوف أنا على سبيل المثال في 2-8-2018 داهمني الجيش والإدارة المدنية في أرض التي نتواجد فيها وتردوني فورا من الأرض وهددوني بالاعتقال إن رفضت ترك الأرض استمرت المشكلة مدة أربع شهور من 2-8-2018 حتى 2-12-2018 وبحجة الماضي الأمني إلي ولكن تبين فيما بعد أن السبب الرئيسي لطردي من الأرض واعتقالي ثلاثة مرات أثناء تواجدي فيها أن المراد هو السيطرة على الأرض وانتزاعها مني حتى تكون جاهزة للتمدد الاستطاع لربما أبو أحمد تحدثت عن الكثير من المضايقات التي تتعرضون لها في هذا المكان وفي المقابل يستخدمون معكم أساليب أخرى لربما هي قديمة جديدة للسيطرة على هذه الأراضي لربما هي بأسلوب ناعم أكثر وهي المساومات إما بالترغيب أو الترهيب أحيانا يعني أحيانا يلجأون لبعض المزارعين ويطلبون شراء الأرض ويعرضون عليهم بيع أرضهم للمستوطنين من أجل تسمين المستوطنات أنا كحالة فردية بتعاملوا معي بشكل آخر لأنه بعرفوا أنه عندي ماضي أمني وفي عندي وعي وطني كبير جدا في هذه المسألة فبعتوا لي ناس بحجة تأجير الأرض يعني بمعنى عرضوا علي استئجار الأرض وأنا طبعا تلقائيا بعرف أنها هي مقدمة لبيع الأرض طبعا رفضت بالمطلق ومعدوش كرروا هذا العرض علي بالمطلق هناك بعض المزارعين تم عرض عليهم مبالغ طائلة تصل إلى 40 مليون دولار في بعض الأحيان لترك أراضيهم وفي أحيان أخرى أكثر وأنا أعرف أحد سكان الخليل فلسطيني عرض عليه حتى يخلي بيته 100 مليون دولار ورفض هذا العرض وهذا يسجل له في تاريخه النضالي وتاريخه الانتمائي المشرف لفلسطين هذا يتعرض له أيضا المزارعين الفلسطينيين حينما يحتاجون الأرض لتوسيع المستوطنات يدفعون مبالغ هائلة وطائلة وأحيانا يقدمون شك على بياض ويردون المزارع فقط التوكع عليها من أجل شرائها أو الاستلاء عليها نعم أمام هذه العروض المغرية إن صح التعبير للمزارع الفلسطيني خصوصا في هذه المنطقة المستهدفة ماذا يكون عادة رد المزارع وأصحاب الأرض يعني العروض المالية هي مغرية صحيحة لكن الانتماء لفلسطين ولأرض فلسطين هو أكبر من كل هذه العروض وأكبر من كل المبالغ الذي يحرضونها أنا على سبيل المثال لدي ستة دنم الآن نتواجد فيها ربما في منطقة سي بعيدة عن البلد هذه الستة دنم فعليا بجزء لا تساوي 20 ألف دينار لكن أنا بقول لك حتى لو دفعوا 200 مليون دينار أو دولار أو حتى 2 مليار دولار لن يتم بيع مليمتر مربع واحد منها هذه أرض فلسطينية وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم أبو أحمد كان من الملاحظ خلال فترة جائحة كورونا أن الاحتلال استغل هذه الجائحة ووجود الناس في منازلها في حجر منزلي ليتوسع أكثر وهذا ما شاهدناه بأن عجلة الاستيطان أخذت تتسارع أكثر في جائحة كورونا هل بالفعل هذا كان ينطبق على هذه المنطقة أيضا؟ أكيد هذا ينسحب على كل الأراضي في الضفة الغربية الاستيطان في بيت لحم هو متساوي مع الاستيطان في نابلس أو الخليل أو أي محافظة فلسطينية أخرى نحن في صراع منذ وعد بالفور منذ 103 سنوات على هذه الأرض إن لم تكن لنا فبالتالي هي لهم فنحن نوجه رسالة للإسرائيليين والمستوطنين ولكل العالم حتى أن هذه الأرض فلسطينية ونحن أصحاب الحق الشرعيين في هذه الأرض وسنبقى على هذه الأرض يستغلوا الوباء الكورونا استغلوها نعم بشكل كبير جدا بحكم غياب الناس لبعض الوقت بحكم الالتزام في البيوت وسطوا على كثير من أو مساحات كبيرة من الأراضي لكن أيضا المزارعين متنبهين ومتيقضين لما يدور من حولهم من قبل المستوطنين ونحن نعرفهم جيدا ونعرف مآربهم فصرعان ما يخرج المزارع من الحجر الصحي يعود إلى أرضه بالفور ويبقى فيها ويصمد فيها إن لم يعمل بها يجلس بها من الصباح حتى المساء حتى لا يتركها عرضة للمستوطنين دعني أبو أحمد أقاطعك في هذه النقطة نشد هنا حالة من الصمود والتحدي لدى المزارع الفلسطيني لكن لوحده لا يستطيع أن يجابه كل هذه السياسة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على الأراضي هل تتلقون في هذه المنطقة المصنفاسية على وجه التحديد أي دعم مثلا من الجهات الحكومية أو الجهات المختصة لتثبيتكم أكثر وتجذركم في أراضيكم أنا على سبيل المثال وعلى الصعيد الخاص في هذه الأرض التي تتكون مساحتها من ستة دونومات حصلت على مساعدات بسيطة جدا من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ولكن ما ساعدني ومد يد العون لي في هذه الأرض ودعمني بصمودي في هذه الأرض وأقولها بكلمة حق من أبقاني في هذه الأرض هي مؤسسة اسمها العربية لحماية الطبيعة العربية لحماية الطبيعة تعمل في الأردن وفلسطين على تشجير الأرض واخدرار الأرض هذه المؤسسة أنا مدين لها بكل الشكر والعرفان والتقدير ولن أنسى ما قدموا لي من هذه المعرشات هذه من مؤسسة العربية لحماية الطبيعة والتي حتى الآن قبل لحظات من هذا اللقاء قبل نصف ساعة بالتمام والكمال اتصلوا علي من الأردن من المؤسسة العربية لحماية الطبيعة وبلغوني بأن هناك لك مساعدة قادمة في المستقبل القريب شكرا شكرا لك أبو أحمد نشير مشاهدين الكرام أيضا بأن نحو 1140 ظلم في هذه المنطقة تم وضع اليد عليها من قبل الاحتلال للسيطرة عليها في قادم الأيام وتحويلها إلى مستوطنات كما جرت العادة في المحيط مشاهدين الكرام نحن أشبه ما يكون في جزيرة وسط بحر من المستوطنات إن صح التعبير ولا ربما هذا المكان الذي نقف فيه خلال السنوات القادمة إن استمر الوضع على ما هو عليه في هذه الحركة الاستيطانية المستمرة ربما هذا المكان سيكون بؤرة استيطانية ولن نستطيع أن نتوجه أيضا ونتواجد فيه خلال السنوات السابقة قال أن الاحتلال يسعى ضمن سياسته إلى السيطرة على كافة الأراضي التي تقع خصوصا ما بين المستوطنات لربطها ببعضها البعض وبالتالي يتوسع بشكل مطرد نحو أراضي المواطنين لطردهم والسيطرة على أراضيهم شكرا لكم على طيب المتابعة